ولذلك فإن قرار اللجنتين الثورية والأمنية في اجتماعهما بالتعبئة العامة هو قرار حكيم ومسؤول تحت هذه اللافتة العمياء خرج زعيم الميليشيا على شاشة التلفزة قبل عامين لإعلان الحرب الشاملة على اليمنيين والتي بدأت من أعالي الجبال واستقرت في أذنى السواحل هذا الإعلان كان بمثابة الضوء الأخضر لأنصار الانقلاب الذين كانوا حينها على أبواب الجنوب ليخلفوا جرائم حرب لا تزال جروحها مفتوحة حتى اللحظة ما إن يسمع اليمني مصطلح التعبئة العامة حتى تتبادر إلى ذهنه محطات تاريخية متشحة بلون الدم منذ حروب اشتياح الإمامة مرورا بحرب صيف 94 إنما يمكن أن يترتب على خيار الذل والاستكانة والصمت والاستسلام والتغاضي هو الأمور الفضيعة هو ما يحصل اليوم قتل وسحل بدى اليوم واضحا أن ما خوف الحوثي أنصاره منه يومها كان يعده لليمنيين في جنوب الوطن وشماله فحيث ما وصل هو وأنصاره يحصل ما ذكر من قتل وسحل وتفجير منازل وغيرها من الجرائم لن ينسى اليمنيون أنهم في طريقهم إلى دستور جديد وتنفيذ مخرجات حوار توفقوا جميعا عليه انقلب عليهم الحوثي والمخلوع وقطعوا طريق بناء اليمن الاتحادي الجديد لصالح مشاريعهم العنصرية الصغيرة عامان من الحرب التي أشعلها الحوثي وصالح يصعب على من يقلب في تاريخ اليمن أن يجد أشد منها إذ أصبح شبح المجاعة يهدد أكثر من ثمانين في المائة من الشعب نهيك عن قتل الناس وتفجير منازلهم ونهب وتدمير ممتلكاتهم والأسوأ من ذلك اختطاف دولتهم وتفخيخ مشروع الدولة الجديد ستظل أصابع اليمنيين تتجه نحو من أشعل الحرب في صعدة وعمران وصنع وتعز وعدا والضالع ووزع القتل والدمار في كل قرية يحط رحاله فيها ولن ينسى اليمنيون من أطلق الرصاصة الأولى في هذه الحرب الكارثية اشتركوا في القناة